اشتركوا في القناة ريما عسيري حاصلة على درجة الماجستير في ريادة الأعمال والابتكار قدمت وساهمت في العديد من البرامج التي تعمل في تمكين أفراد المجتمع بفئاته المختلفة مدربة ومختصة تعلم الإلكتروني خبرة أكثر من عشر سنوات في التعلم الإلكتروني وللعلم يوجد شهادات حضور ومن شروط الحصول على الشهادة حضور 70% من وقت الدورة وستصلكم الشهادات بإذن الله خلال أسبوع من تاريخ الدورة تفضلي ريما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم زملائي وزميلاتي أساتذتي وأستاذاتي أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هالسلسلة اللي عدنا لكم بها من جديد دقائق بس أشارك الملف الملف واضح عندكم كلكم إذا واضح وصوتي مسموع رد علي برقم واحد الله أعافيكم بس ما صوتي واضح ممتاز حياكم الله وأهلا وسهلا بكم طبعا موضوعي في هذه الدورة زي ما أنتوا شايفين تعزيز التعلم الناشط في التعلم الإلكتروني ولأن الموضوع كبير وواسع فحبيت صراحة أجزاء لأجزاء بحيث أن نعطي كل جزء حقه وكمان نعطيكم المساحة أنكم تطبقون بإذن واحد أحد لكن خلوني في البداية أشيد صراحة بجهود أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد وفي الجامعات الأخرى اللي منضمين معانا منها شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية أنتم العمود الفقري للعملية التعليمية جهدكم ينعكس علينا وما حنكون لو لا وجودكم أنتم فيعطيكم ألف عافية وسراحة جهودكم واضحة وتوصن طبعا أنا في ندوتي الليلة بإذن واحد أحد أنا ماني مختصة في التعلم النشط لكن رح أحاول أمشي معاكم في خطوات أو في نقاط أساسية على أساس أصلت الضوء على نقاط شدتني أنا شخصيا قبل أتبناها على صعيد العمل أو صعيد الخبر طيب قبل أبدأ في الموضوع لطفا أنا عندي عندي نقطتين التفاعل في هذه الدورة رح يكون عبر البادلة وعبر الشات لكن الشات إحنا حنقفلها على أساس ما يعلق عليه النظام الـ Q&A رح اللي هي أداة الأسئلة والإجابات رح إن شاء الله أشوف لها في نهاية الدورة لكن في البادلة نحن رح نشارككم برابط بإذن واحد أحد يرسل على الشات على أساس في كل فقرة أنا رح أحتاجكم يمكن أكثر من مرة تدخلوا تكتبوا تعليقاتكم والفيدباك وأراءكم تمام؟ ما أعرف بس ما قفلت الشات ولا؟ أيو الشات مقفل لكن Q&A مفتوحة طيب خلوني في البداية أخذكم في رحلة لطفاً قدامكم الباركود أنا ححتاجكم تدخلوا على الباركود وتسجلوا لي ملاحظاتكم للأقطة اللي بعدها أو للفقرة الجاي طبعاً مثلكم عارف أكيد كلكم عارفين دقيقة الله عافيكم حرجع أشارك حرجع أشارككم كلكم تعرفون الطريقة التقليدية في التدريس أو في الإيصال المعلومة أو الكلاسات التقليدية فاليوم حيكون عندنا درسين بإذن واحد أحد رح استعرضها معاكم رح نشتغل عليها في البداية الدرس الأول أكيد مرة عليها هذا النموذج اللي يتكلم عن عناصر الاتصال المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والتغذية الراجعة طبعاً أنا حختصر هذا النموذج على الرسالة الإدارية وزيب أنتوا شايفين موجود أمامكم كتابة الرسالة الإدارية أنواعها وخصائص الخطاب الرسمي في الكلاسات التقليدية وأتوقع لكل عارف أنه الملف أو المحتوى هذا يدرس بطريقة وعلى خلوني أشوف ردودكم على البادل الطلاعة فيكم إيش تتوقعوا ردة فعل الطالب أنتوا قبل شوي وأنا أستعرض معاكم الملف كيف كانت ضباعكم أهلا وسهلا حياكم الله يا رب أفيد منكم وأستفيدون بإذن واحد أحد حياكم الله أهلا وسهلا بكم وحياكم الله المشهد اللي قبل شوي شفتوا العرض البوربوينت يمشي المعلومات موجودة على البورد والطالب بيطلقى المعلومة أنتوا إيش وجهة نظركم في هذا الأمر كلهم بيسلموا أهلا وسهلا حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله يتقبل ربع المعلومة فعلا أعجبني هذا التعليق يتقبل ربع المعلومة أبغى تعليقات الله عافيكم ممل فعلا إلى حد ما ممل وما حيناسب كل أنواع الطلاب السمعي والبصري والحسي تحتاج شرح ما توصل له المعلومة صحيحة فعلا فعلا المعلومات سطحية فعلا أتفق يشتت الانتباع أحيانا فعلا الطالب هو قاعد يسرح تفكيره في أشياء ثاني مو الكل يستفيد فعلا ما في أي تفاعل فعلا ما ينفع للأطفال أو لصغار السن أقل أهمية فعلا أشكر لكم تفاعلكم سراحة غير واضح غياب التحفيز والتفاعل فعلا المعلومة ما توصل يؤثر على استيعاب الطالب مشتت دور المعلم سلبي فعلا هذا انطباعكم عن المحاضرات التقليدية طيب خلوني أصل لطلق مضوء على نقاط جدا مهمة زي ما أنتم شايفين في الصورة ما أدري إن شاء الله الصورة واضحة لكم بالعادة هذا هو الفصل التقليدي صبورة والأستاذ يشرح من خلال الصورة اللي انتم شفتوها تعرف طريقة تقليدية في التعليم أو بدأت الطريقة التقليدية في التعليم من العصر الفكتوري وهو العصر الثورة الصناعية الأولى اللي كان أساسها المحرك البخاري وقامت في منتصف ثمانينات أو في منتصف القرن الثامن عشر وأثرها كان واضح في القرن التاسع عشر طبعا العصر الفكتوري نسبة للملكة فكتوريا في بريطانيا وإرلندا طبعا إحنا اليوم في الثورة الصناعية الرابعة ولازلنا لحد الآن يعني مرت علينا ثلاث ثورات لازلنا نستخدم نفس اسلوب التفكير أو نفس اسلوب التدريس أو التعليم فهذه النقطة الأولى اللي حبيت أصلت الضوء عليها النقطة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع من طريقة التعليم كانت فقط بالحفظ عن ظهر قلب يجي الطالب أو الطالبة تحفظ الناس وتجي اليوم الثاني تسمى المدارس زي ما شفتوا في الصورة تميزت بعدم وجود نوافذ أو بالنوافذ العالية على أساس ما يتشتت الطالب أو يمنعوا عنا الانشغال بالعالم الخارجي الموجود خارج الصف طبعا حصل تطور كبير من الثورة الصناعية الأولى من القرن الثامن عشر عفوا وإحنا الآن في القرن الواحد والعشرين ولازلنا نستخدم هذه الطريقة أو في حرام أقول لازلنا يعني إلى حد ما لازالت هذه الطريقة تستخدم طبعا مع تطور التكنولوجيا ومرور الزمن لازالت العملية التعليمية جوهريا كما هي يعني في القلب العملية التعليمية لازال عضو هيئة التدريس يدخل يعطي المعلومة ويطلع والطالب مفترض أن يحفظها ويتعلمها ويجي يحط لحفظه في الأختبار سيركن روبنسون طبعا هو مؤلف ومحاضر ومستشار دولي في مجال التعليم والحكومات في مجال التعليم للحكومات وغيرها مؤسسات الربحية أو الغير الربحية وتوفي في أغتصص الماضي وهو واحد من رواد الإبداع والابتكار في التعليم حصل على العديد من الجوائز من أهمها جائزة جينيس للإبداع والريادة كان يقول أن نظام التعليم الحالي خاطئ فقط تم تصوره وابتكاره وتنظيمه لعصر مختل وهذا أنا صراحة أتفق معه طيب هذه استعرضت لكم الطريقة التقليدية في التعليم هستعرض لكم نموذج ثاني لكن أبغى نفعل فيه التعلم النشر وكيف ممكن إحنا نطبق التعلم النشر طيب أنا حاولت قد ما أقدر أجيب حاجة غريبة أو نموذج غريب على أغلى بعضها هيئة التدريس على أساس يستفيدوا منه وفي نفس الوقت يحاولوا قد ما يقدروا أنهم يسلطوا أو ما عرف كيف ممكن يتبنوا ويستخدموا أسلوب التعلم النشط به طبعاً اللي قدامكم هو خريطة عدم اليقين لبيرسون تستخدم هذه الخريطة في الإبتكار وإدارة المنظمات في إدارة الإبتكار وإدارة المنظمات الخريطة هذه أغلب الشركات أو أغلب الحكومات والمنظمات تستخدمها على أساس تعرف موقعها في ما يتعلق بالهدف وطريقة الوصول للهدف طبعاً ترجمتها هذه هي زي ما أنتم تشوفون في البداية خلوني أشرحها نقطة نقطة اليقين بالمخرجات أو المنتج النهائي يبدأ من درجة منخفضة إلى درجة عالية فالمسار هنا في النهاية العالي أو المستوى العالي يكون الهدف واضح النتيجة النهائية واضحة المنتج النهائي أو المخرج النهائي واضح موجود من الموس على أرض الواقع على الجهة الأخرى اليقين بالعملية واللي هي على أساس كيف حيتم تصميم أو كيف نوصل للهدف اللي إحنا نبغاه طريقة تحقيقنا للهدف طبعاً تبدأ منخفضة إلى أن تصل عالية حيث في الدرجة العالي يكون طريقة الوصول للهدف واضحة ومعروفة خلاص حنستخدم هذا الاستراتيجية، هذه التقنية، هذه الأداء، هذا التطبيق، هذا الابتكار وفيها أربع مناطق زي ما أنتم شايفين تقع في هذا النموذج خلوني أبدأ لكم منطقة 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 فيها الهدف غير واضح أو الهدف واضح والوسيلة واضح فهذه المنطقة بالعادة الاكتشافات كبيرة وعلى صعيد عالي، التقنيات متوفرة بكثرة، أبرز من يقع في هذه المنطقة هي شركة مايكروسوفت ومعروفة أبحاث شركة مايكروسوفت على أنها بلو سكاي ريسيرج على أساس أنها هي في مكان واضح وغير واضح تمام؟ ما أدري، إذا تمام، الله عافيكم خلوني أشوف البادلت إذا عندكم أي تعليق لحد الآن إذا واضح، أرسلوا لي في البادلت لطفاً ممتاز، قاعدة توصلني على الشات أنه واضح طيب، حنتقل للمنطقة الثانية اللي هي منطقة هندسة التطوير هندسة التطوير هي منطقة الهدف فيها واضح إحنا عارفين وين نبغى نوصل لكن ما نعرف الوسيلة اللي ممكن نستخدمها وتوصلنا لهدف أسرع أو بشكل أفضل طبعاً من أهم الناس اللي يستخدموا هذه الاستراتيجيات أو هذه المنطقة ويقعوا في هذه المنطقة هم مصانع الإنتاج تحديداً لأن هدفها واضح بشكل مستمر هدفها خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الأرباح فهي تقع في هذه المنطقة بشكل مستمر طيب واضحة هذه المنطقة واضحة أنا شرحت المنطقة الأولى والمنطقة الثانية ما أعرف عندكم ممتاز ممتاز الكل قاعد يقول لي واضح في المنطقة الثالثة اللي هي هندسة التطبيقات هنا الهدف غير واضح إحنا ما نعرف وين نبغى نوصل لكن إحنا عندنا متوفر عندنا التكنولوجيا الأدوات التطبيقات الوسائل الدعم كلها موجودة لكن ما فيه هدف واضح ممكن إن إحنا نستخدم هذه الوسائل في تحقيقها وهنا أغلب من يقع في هذه المنطقة هم الذكاء الصناعي ابتكارات الذكاء الصناعي أو أدوات الذكاء الصناعي عندنا أدوات كثيرة لكن لحد الآن مو معروف أو مو واضح كيف ممكن تستخدم على أساس تخدم البشرية في المنطقة الرابعة تقع اللي هو الهدف غير واضح وطريقة غير واضح فهنا تلقون أغلب الناس أو أغلب الشركات النامية أو المؤسسات النامية تقع في هذه المنطقة هي تمشط عن الفرص السوقية وتوافقها مع قدراتها التقنية المتواضعة طيب أنا حطيت أي هنا أمثلة على أساس يوضح في المنطقة الأولى اللي هي منطقة البحث والاستكشافات اللي هي مايكروسوفت في بحث واستكشاف مستمر هندسة التطبيقات اللي هي المصانع بحيث أنهم بشكل مستمر هدفهم ربحي هدفهم خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الأرباح فهم باستمرار هدفهم واضح لكن ما يعرفون كيف ممكن يوصلون لهذا الهدف ما عندهم طرق فيحاولون بشكل مستمر ابتكار طرق في المنطقة الثالثة اللي هي هندسة التطبيقات فيه تطبيقات كثيرة واضحة ومتوفرة لكن ما يعرفون كيف ممكن يستخدمونها وفي المنطقة الرابعة اللي هي تمشيط الفرص السوقية مع القدرات التقنية أنا أحب هذا المثل دايماً اللي هو الستيكي نوت الستيكي نوت ظل في هذا المنطقة أو ظل يبحث عن طريقة للوصول للسوق أو للخروج للسوق قرابة الثلاث سنوات وقعدوا في هذا المنطقة لحد ما لقيوا فرصة يعني الابتكار كان موجود لكن ما كانوا عارفين كيف ممكن يوصلونا للناس أو يكتسحون بالسوق فلحد ما جت لهم الفرصة فأغلب المشاريع تقع في هذه المنطقة فيه تقنية فيه إمكانية فيه ابتكار لكن أو فيه طريقة إلى حد ما معروفة لكن مو متأكدين منها فيظلون باستمرار في اختبار واضح النموذج؟ واضح؟ نفتح لهم الشاتية بس ما الله عافيكي ممتاز ممتاز الكل قاعد يرد يقول واضح طيب الله يعافيكم أنا أبغى في البادلت أبغى في البادلت في نفس النموذج أبغاكم تشاركوني بطرق كيف ممكن هذا النموذج نوصله للطلاب باستخدام التعلم الناشط حعيد السؤال كيف ممكن نوصل النموذج نموذج بيرسون اللي انتو شفتوه قبل شوي وشرحته قلتولي واضح كيف ممكن نوصله للطلاب باستخدام التعلم الناشط التعلم الناشط اللي هو يقوم على إنه الطالب يتفاعل مع عضو هيئة التدريس وجزء كبير من العملية التعليمية تقع عليه فأبغى أشوف ردودكم الله يعافيكم في البادلت كيف ممكن كيف ممكن كعضو هيئة التدريس أن تنقل فعلاً بإعطاء الطالب فرصة للبحث عن المعلومة بنفسه التعليم عن طريق البحث بنفسه من خلال التفاعل بين الطرفي العملية التعليمية بالألوان والمحفزات توزيع الأدوار توزيع الأدوار بالألوان بالمحاولة أنا معاكم لكن أنا أبغاكم تتصورون هذا النموذج أنتو بهمتوه الآن أوكي كيف ممكن تشرحونه للطالب كيف ممكن هذا النموذج نوصله للطالب باستخدام تقنيات أو أساليب أو استراتيجيات التعلم النشط شجرة المعرفة طلب مهمة من الطالب قبل الدرس الاعتماد على نفسه الفصل المقلوب التعلم المعكوس البحث والاكتشاف ردود جميلة نوصل للطالب بصور وفدوهات إعطاء واجبات تصميم نموذج العصف الذهني استخدام رسوم توضيحية استخدام تقنيات خرائط ذهنية عمل مشروع إنفوغرافيك ردود جميلة سراحة بسخلوني أنزل شوي على أساس أشوف توضيف هذا الشيء في الحياة باكتساب خبرات حياتية رد جميل سراحة توزيع الأدوار عمل مشروع بالمشاريع فعلا خرائط ذهنية ونموذج التعليم أو التعليم باللعب التدريس التبادلي طيب ما شاء الله ردود جميلة يعطيكم ألف عافية طيب خلوني أنا أوريكم طريقة أو كيف وصلت لنا عضو هيئة التدريس اللي أعطتني هذا النموذج كيف طلبت منا أو كيف أسقطت هذا النموذج بالتعلم النشط على حياتنا وعلى محور اهتماماتنا طيب أنا أحطيكم صورتين وبعد إذن زميلاتي سراحة هذا النموذج الأول زي ما أنتم شايفين قلم ورقة احنا كتبناه سريع سريع وعلى أساسه اطور هذا النموذج يمكن ثلاث مرات فإحنا إيش سوينا أخذنا نموذج بيرسن وأسقطنا على مهارات تصميم أو مشروع تصميم مصغر عندنا وبدأنا نشتغل فيه ونحط كل منطقة كيف ممكن أن نحنا نشتغل عليها واضح؟ هذه واحدة من التطبيقات التطبيق الثاني كان لمجموعة من الزميلات كان عندهم مشكلة في معرفة نقاط قوتهم وضعفهم فسووا زي ما أنتم شايفين الشجرة أو عفوا دقيقة زي ما أنتم شايفين تسووا هذه الخريطة على أساس يبدأوا يخرجوا منها نقاط بيرسن وللأسف أنا صراحة عندي هذه الخريطة ما عندي النموذج النهائي لكن النموذج اللي أنتم شايفتوه يستخدم لإدارة الابتكار وإدارة المنظمات إحنا استخدمناه في تطبيق على مشروع صغير معنا واستخدمناه في تقييم مناطق حياتنا وأهدافنا والأشياء اللي إحنا نبغى نطورها في في حياتنا إحنا كطلاب طيب ما أدري واضح واضح طيب كذا أقدر أقول لكم أن التعلم النشط هو فلسفة تعليمية تفعل دور المتعلم وتنقله من الوضع التقليدي الخامل من وضع أن يتلقى المعلومة إذا وضع حركي وجسدي يدمج التعلم بالحركة إحنا فعلا قمنا اشتغلنا بحثنا قعدنا يعني تقريبا فوق نص ساعة على أساس نخرج بالنموذج النهائي طبعا التعلم النشط حركي يمكن مزجع في أي بيئة من بيئات التعليم المختلفة ومن ضمنها البيئة التقنية اللي أنا إن شاء الله بإذن واحد أحد هتكلم عنها اليوم بشكل مخصص طبعا يمكنكم نقل هذا الحركة أو هذا الموفمنت اللي قاعد تصير أو التعلم بالحركة اللي قاعد يصير إلى تحدي فكري يستهدف مهارات التبكير العليا بالدرجة الأولى زي ما قلت التحليل والتركيب والتقويم وكمان بالاعتماد على مواقف تعليمية ممكن إحنا ناخذهم في مشهد تعليمي ونطلب منهم يسوي النموذج اللي عرضتوا عليكم قبل شوي وكمان ممكن إحنا نطلب منهم أنشطة بحثية على أساس يقوموا هم بالتجريب والعمل والعمل سواء كان فردي أو اجتماعي على أساس يكتسبوا المهارة ويحصلوا على المعلوم واضح؟ لطفا إذا واضح على أساس أنتقل للنقطة الثانية ردولي على الشات واضح؟ ممتاز طيب النقطة الثانية اللي حتكلم عليها اليوم طبعا مع جائحة كورونا انتقلنا من التعلم التقليدي إلى التعلم إلكتروني أوكي وتقريبا أغلب المدارس أغلب الكليات أنا ما حقول لكل الأغلبية كلهم استخدموا سواء أجهزتهم الذكية أو لابتوباتهم في الوصول والتواصل مع المادة التعليمية مع الطالب مع جهة التعليم ذاتها طبعا إحنا هنا حندمج التعلم النشط اللي هو فيه حركة بالتعلم الإلكتروني الحركة قد تكون تتعلق بالعين أو بالأذن أو حتى بالحركة الذاتية يعني أنه يقوم ويبحث ويسوي وهذا كله يعني يعنابه الطالب بشكل أو في المقام الأول طبعاً من الملاحظات اللي أخذتوها الليلة على أساس نستفيد منها كلنا هذه النقاط الثلاث نقاط جداً مهمة أنه ينطلق ذلك نحن نطبق الأكتف ليرنينج أو التعلم النشط من خلال استعداد المتعلم ذاته وقدراته يعني بناءًا على قدراته هو وإمكانياته كمان يرتبط بحياة المتعلم واهتماماته في منطقة اهتماماته وأنا ممكن أقول له طبق لي أي شيء في شيء أنت مهتم فيه أنت متعلق فيه أنت يعني لك رغبة في التعلم أو في دراسة هذا المجال أكثر كمان النقائم على تفاعل المتعلم مع بيئته ومحيطه هذه ثلاث نقاط ضرورية أتمنى أنكم تأخذوها بعين الاعتبار لما تجيوا تفاعلوا التعلم النشط طيب قبل أدخل في التطبيقات والأدوات اللي حستعرضها معاكم الليلة أنا حستعرض تقريبا معاكم ثلاث أدوات ما حكتر عليكم لكن خليني أقول لكم أنه حابة سراحة آخذ أو إذا ممكن ترسلولي وتشاركوني بقصص النجاح أو قصص التمييز أو ردود الفعلة الجميلة اللي ممكن توصلكم من طلابكم على تطبيقاتكم أو حتى لو بالإمكان أنكم تشاركوهم هم في صنع مثل هذا المحتوى طيب الليلة بإذن واحد أحد رح أتكلم عن تطبيقات وأدوات تدعم التعلم النشط والتفاعل مع المحتوى زي ما قلت لكم الموضوع مرة كبير من محتوى لواجبات لاختبارات الأدوات التقنية وأدوات التواصل فرح أبدأ بدأتها يعني خصصت الجزء الأول للتفاعل مع المحتوى عندي ثلاث أدوات بإذن واحد أحد حبدأ في أداتين الأداء الأولى اللي هي موقع H5B وموقع سكتشبورد طبعا حبدأ بموقع H5B بإذن واحد أحد وأنطلق للموقع الثاني طيب من عندك خلفية عن أحد هذه التطبيقين هل عندكم خلفية ممتازة ستكون إضافة جديدة لكم كلكم بإذن واحد أحد طبعا ضروري الله عافيكم ضروري حابة أشوف سراحة تطبيقاتكم وكيف ممكن يعني تنجحوا باستخدام هذا هذه التطبيقات طيب التطبيق الأول اللي هو H5B طبعا هو تطبيق يدعم أو يمكن الجميع من إنشاء محتوى تفاعلي متنوع بغض النظر عن نوع المحتوى التفاعلي المحتوى التفاعلي قد يشمل عروض بوربوينت أو خرائي الذهنية أو فيديوهات طبعا المقطع الأول أو النموذج الأول اللي بستعرض معاكم اللي هو فيديو تفاعلي هذا الفيديو إذا ممكن بس أستعرض معاكم ما أدري وضحت لكم الصورة وضح لكم النموذج أو الفيديو زي ما أنتم شايفين هذا الفيديو قدامكم مجرد أنا حضغط أشغله الرابط موجود لكم عشاء زي ما أنتم شايفين قاعد تظهر لي أيقونات وعلى أساس أنا أجاوب بصح أو خطأ هذا واحد من أنواع الفيديوهات التفاعلية أثناء ما الفيديو شغال يكون فيه مجموعة أسئلة تمر على الطالب لطفا يا بس ما ترسلينهم الرابط تبع النموذج الأول أنا رح أطيكم تقريبا بريك على أساس أنكم تجربونه بريك ما حيزيد عن دقيقة تقريبا أبوال كل يجربه ويحصل عن نتيجة زي ما أنتم شايفين أثناء عرض الفيديو تظهر أسئلة أنا بضغط على الأيقونة وبجاوب وفي نهاية الفيديو رح يعرض لي الرصيد أو السكور اللي تحصلت عليه الفيديو مدة تقريبا دقيقة ونص حمشي هذا الفيديو ببسيط جدا أنا صممته باستخدام موقع H5B وبإذن الواحد أحد حستعرض أو حمر معكم على خطوات تصميم الفيديو لكن أنا يهمني أنكم تشوفوا النتيجة النهائية أنا الحين هذا هو خلص الفيديو حجيكم النتيجة هذه هي أنا السكور تقريبا كان كله صح فحصلت على خمسة من خمسة الفيديو الآن عندكم في الشات أبواكم تطلعوا عليه الله وعافيكم تفتحوا وتجربوا كيف تتفاعلوا مع الأيقونات الموجودة على نفس الفيديو خلصتوا من الفيديو أنتظركم في البادلت على أساس تكتبوا لي ردود كامل السكور اللي حققتوا إيش ردة تفعلكم على هذا الفيديو معاكم دقيقتين الفيديو موجود رابطة في الشات الفيديو موجود رابطة في الشات أبواكم تدخلوا وتشفوا أو اللي ما قدروا يدخلوا يكتبوا اللي هنا على الشات إيش رأيهم في هذا الفيديو إيش توقعهم كيف ممكن إنهم هما يستخدموا هذه الأداة في مقررات في مقررات كعضو هذه التدريس ممتاز فعلا هي تجذب الطالب تخليه ينتبه بشكل كبير ويناسب أفكار هذا الجيل فعلا يدعم اللغة العربية فعلا فعلا هو غير المألوف طيب كيف أنا أعتقد انتهت الدقيقتين خلوني بإذن واحد أحد اللي ما قدروا يشوفوا الفيديو إن شاء الله تصمموا مثلوا أحسن منه بإذن واحد أحد لكن خلوني أستعرض معكم بشكل سريعي كيف ممكن إنكم أنتم تصمموا مثل هذا الفيديو في مقرراتكم طبعا بعد ما تسجلوا على الموقع وحيرسل رابط البريد الخاص بكم ويتفاعل تروحوا على هذا المنطقة اللي هي manage content طبعا للأسف النظام باللغة الإنجليزية لكنه يدعم اللغة العربية طبعا زي ما أنتم شايفين في خيارات كبيرة في التطبيق في خيارات واسعة جدا ممكن إنكم أنتم تستخدموها في مقرراتكم طبعا أنا الفيديو اللي اخترته كان interactive video على أساس فيديو تفاعلي الطالب بتفاعل بعض الفيديو أثناء مشاهدتها حبدأ الآن أنا بديت على أساس أعمل أو على صفحة إنشاء محتوى المحتوى هذا هو interactive video فحكمل عفوا دخلني الآن على صفحة إنشاء الفيديو طبعا الموضوع جدا سهل حتبحثوا عن الفيديو اللي انتو تبقوا تحطوا التفاعل عليه أو الأسئلة عليه أو أين كان نوع التفاعل اللي انتو تبقوا تجيبوه من اليوتيوب أو لو كان موجود عندكم ترفقوه هنا بعد ما ترفقوا الفيديو زي ما انتو شايفين طالب رابط يوتيوب حطيت رابط اليوتيوب وحنتقل للنقطة الثانية اشتركوا في القناة بس أجيب رابط اليوتيوب على أساس أرفقوا ما أدري الشاشة واضحة أنا هذا هو رابط الفيديو فحضيف وحينقلني للخطوة الثانية أني أضيف أسئلة على هذا الفيديو حبدأ استعرض معي الفيديو وأحدد فين النقاط اللي أنا حابة أحط عليها أسئلة وأوجه انتباه الطالب لها أو أخليه ركز معي بشكل أكثر مثلا في هذا النقطة أنا حابة أضيف هنا سؤال حوقف ومن هنا حختار مثلا multiple choice أو single choice set أو أي نوع الأداء اللي أنا أحطها أو صح وخطأ حختار مثلا صح وخطأ حكتب السؤال نص السؤال وح حدد الإجابة إش هي صح أو خطأ وحامل لها وكذا في هذه النقطة ظهرت هذه العلامة في هذه النقطة من الفيديو سيظهر للطالب تظهر للطالب هذه الأيقونة على أساس يضغط عليها ويجاوب سواء إن كانت الإجابة صح أو خطأ أو بغض النظر عن نوع السؤال في الخطوة النهائية رح أستكمل الخيارات رح أشيك على الخيارات وأضغط سيف ورح يعطيني رابط رابط لاستخدام هذا الفيديو طبعاً الجميل في هذا الموقع إنه يدعم البلاكبورد فممكن أنا مجرد ما أنتهي من تصميم هذا الفيديو ممكن أنا أنزل هذا الفيديو كارتباط ويب على البلاكبورد هذا هو الفيديو النتيجة النهائية أنا تقريباً في هذه النقطة وضعت نقطة تفاعلي وضعت لكم هذه النقطة تفاعلي واضح؟ ما أعرف إذا واضح الله عافيكم أنا فضل صراحة البادلت فإذا ممكن تكتبوا لي على البادلت إنه واضح ممتاز طبعاً زي ما قلت لكم في الـ H5P فيه نماذج مختلفة لإنشاء المحتوى مو بس هذا النوع من الملفات أنا حستعرض كمان معاكم نوع آخر بس فيه مجال واسع على أساس إنكم تبدعوا حسب المحتوى التعليمي الموجود عندكم النموذج الثاني اللي حبيت صراحة أشارككم به اللي هو صورة بـ 360 درجة أنا صراحة حاولت في الدروس أني أنوع فالفيديو الأول كان من مادة الإحياء الآن من مادة الجغرافيا أو التاريخ أو أين كان فزي ما أنتم شايفين هذه خريطة المسجد الأقصى وفي الخريطة متضمن نقاط زي ما أنتم شايفين هي خريطة 360 درجة تتحرك معي مجرد ما أحرك الشاشة شايفين في الخريطة أنا حاطة مجموعة نقاط توضيحية للطالب طبعا رابط هذا الخريطة موجود عندكم في الشاشة اللي ما قدر يفتح هذا الرابط يحتاج يسجد طيب هذا الخريطة موجودة فيها نقاط زي ما أنتم شايفين هذه النقطة رح تشرح هذه الزاوية من هذا المكان بصورة أو بنص أو بمقطع فيديو أو أي إن كان نوع المرفق اللي أنت حابطي نفس الشيء في الجهة الأخرى وهكذا على كل النقاط الموجودة اللي أنا حطيتها على المسجد وممكن تستخدموا هذه الأداة في المعارك التاريخية يستخدمون كمان في الإحياء يستخدمون في التشريح أنا شفت فيديوهات أو مقاطع للتشريح يستخدمون فيها هذه الأداة فما أعرف كيف ممكن تستخدموا هذه الأداة شيء يرجع لكم لكن هذه الأداة موجودة أنا أحتاج اللاعة فيكم انطباعكم طبعا كيف تنشؤوا هذا النوع من النموذج زي ما قلنا الخيارات كثيرة وعلى أساس إنكم تختاروا النوع اللي أنتو تنشؤون وتبدأون تستخدمون أنا كده توقع غطيت تطبيق H5P ما أدري عندكم أي تعليق طبعا حرد على الاستفسارات في الأخير الله عافيكم حرد على الاستفسارات في الأخير التطبيق للأسف هو باللغة الإنجليزية لكن ما هي الإنجليزية اللي يعني إن شاء الله الرسومات واضحة تقدروا تفهموا زي مثلا هنا إما image hotspot audio flashcards أشياء بسيطة إن شاء الله ما يكون صعب عليكم واضح هذا التطبيقين طبقتها لتطبيق H5P أنا متوقعة صراحة إنه التطبيق باستخدام المحتوى التعليمي اللي عندكم حيكون أفضل وحيكون فيه ابتكار وإبداع أكثر بإذن واحد واضح طيب زي ما قلنا بH5P حعيد إعادة سريعة الله عافيكم بH5P أنا صممت فيديو تفاعلي الفيديو زي ما أنتم شايفين وهو شغال يظهر له مجموعة أيقونات على شكل أسئلة مطلوب من الطالب أنه يجاوب على هذه الأسئلة على أساس يقدر يكمل الفيديو في نهاية الفيديو رح يظهر للطالب زي تقرير عن إجاباته اللي حصل عليها الصح وخطأ يقدر يرسلها للأستاذ يقدر يخليها لكن ما أعتقد أنها ممكن تنحسب أو بغض النظر عن آليتكم أنتو وتوزيعكم في الدرجات كيف ممكن تحسبوها اسم التطبيق الأول H5P رح أرسل لكم بإذن واحد أحد الروابط اللي أنا استخدمتها في نهاية الدورة إن شاء الله طبعا التطبيق الثاني كان للمسجد الأقصى أو مسجد الصخرة تحديدا وبعض الصور الشروحات اللي ممكن توضح للطالب أو توضح للي يشوف كيف ممكن تكون المناطق المختلفة في صورة واحدة زي ما قلنا هذه صورة 360 درجة في كل جهة من جهات الصورة أنا حاولت أحط نقطات على أساس تدل على مكان معين أو شرح معين أو آلية معين طيب أحتاج أشوف فرائكم في البادلة تلاع فيكم إذا تمام على أساس أنتقل للأداة الثانية جميل يعطيكم العافية واضح أكيد تقدرون تصممون مثل هذه الصورة أنا الصور صراحة أخذتها من عن نت حاولت ما أقدر أنه يكون كل شي موجود التطبيق مجاني لمدة شهر ولكن تقدر تفعله بقيمة رمزية بإذن واحد أحد واضح؟ طبعا أنا إبداعي أكيد في حدود في حدود المحتوى الموجود لكن بإذن واحد أحد أن إبداعكم وفق المحتوى اللي عندكم حيكون أفضل وبطرق مبتكرة أكثر تمام ممتاز بما أنه تطبيق الـ H5B واضح خلوني أنتقل للتطبيق الثاني عفوا بس لحظات طيب التطبيق الثاني اللي حنستعرضها الليلة طبعا هستعرضه بشكل سريع اللي هو صبورة افتراضية بأدوات مبتكرة واللي تعرف بالسكتش بورد هذا السكتش بورد أغلب اللي يستخدمونها اللي يحتاجون عمل تفاعلي وجماعي بشكل كبير طبعا التطبيق هذا أتوقع الكل يحتاج أنه يسجل فيه على أساس تقدروا وتتفاعلوا لكن هستعرض لكم الآن بإذن واحد أحد الصبورة اللي أنا أنشأتها ومحتوى بشكل سريع أنشأته قبل هذا النجم طبعا ما أعرف الصورة واضحة عندكم أنا انتقلت الآن لتطبيق سكتش نوت بالنسبة للتطبيق بإذن واحد أحد رح أرجع أعيده بشكل شوية مبسط وبما يتعلق بالندوة الندوة مسجلة بإذن واحد أحد ترسلكم لاحقا زي ما أنتم شايفين هذه الصبورة تفاعلية الصبورة كبيرة جدا بمساحة واسعة زي ما أنتم شايفين المحتوى اللي قبل شوي جاء في نقطة صغيرة هذه الصبورة تقدروا أنتم تقسموها مثلا مع طلابكم أثناء الفصل الافتراضي زي ما الآن أنا شغال وإنتم كلكم موجودين في الفصل الافتراضي أن كلنا نشتغل عليها في نفس الوقت واضح؟ طبعا زي ما أنتم شايفين هذه الأدوات أو هذه الصبورة أنا أخذت بس هذا المقطع من الدرس وصممت هذا الدرس بشكل سريع ماليش بس لحظة ممتاز أنا قاعدة تظهر لي الأسماء الموجودة على الصبورة طبعا هذه الصبورة التفاعلية يقدر الكل يشارك ويتفاعل معي طيب طريقة وآلية المشاركة طبعا لازم نسجل أكيد لكن في أدوات تظهر ممتاز هذول كلهم حاضرين معايا على نفس الصبورة دقيقة الله عافيكم على أساس أظهر الأدوات التفاعلية هذولا كلهم قاعدين على الصبورة ممكن أنكم أنتم للأسف الأدوات ما ظهرت لي فأتوقع أن عندي مشكلة القرية حاول أحلها دقائق خلوكم معايا لكن هذولا كلهم ممكن اللي قاعدين على الصبورة واللي تشوفونهم ممكن أنهم يتفاعلوا معي في نفس الصبورة يكتبون يستخدمون الأدوات يشتغلون على المشروع في نفس الوقت الأدوات استخدامها جدا سهل وبسيط دقيقة بس على أساس الأدوات الكل ما شاء الله لقوة لبلال الكل قاعد معايا على نفس الصبورة دقيقة بس حفتح لكم الآن أو حشرح لكم الآن كيف ممكن التفاعل يكون على هذه الصبورة طبعا زي ما أنتم شايفين هنا في أيقونا للشات تستخدم وهذه هي ظهرات الأيقونات اللي أنا ممكن أستخدمها على أساس أتفاعل الكل لو الأغلبية كانوا مسجلين معي على نفس الموقع رح يقدرون يستخدمون أي أداء من هذه التطبيقات ويستخدمونها في سواء التفاعل أو شرح نقطة معينة أو تطبيق مشروع أو أي إن كانت الأداء الأداء الأدوات بشكل عام هي أدوات سكتش اللي هي سكتشات على أساس إنها رسومية لكن ممكن أنتوا تدرجوا عليها نصوص أو حتى فيديوهات أو شرائح واضح واضح إذا ممكن تردولي في الشات أو في البادلت إذا واضح وضحط لكم فكرة وصورة هذا التطبيق ممتاز السكتش فعلاً يفعل على اللابتوب ويقدرون الطلاب وعضاه التدريس في نفس الوقت في نفس المحاضرة تستخدمونها خصوصاً لو كان فيه دروس تستدعي الخرائط الظهنية أو مثلاً التخطيط الإداري أو تطبيق أي أداء من الأدوات أو الاستراتيجيات تبع التعلم النشط في نفس الوقت في نفس وقت الفصل الافتراضي أنا قاعد أشوف فيه ناس سجلوا وقاعدين يرفقون أدوات مختلفة كيف تربطوا في الفصل الافتراضي زي ما أنا مسوي الآن على أساس زي ما أنا مسوي الآن أنا فاتح الفصل الافتراضي في زوم وشاركتكم معاي بالرابط وأنا موجودة في متصفحي عليه عدد لا محدود للطلاب عدد وصول الطلاب لا محدود أنا معاي تقريباً في الجلسة 1300 عضو فزي ما أنتم شايفين قديش الازدحام وكلهم موجودين ولو عندهم صلاحيات أو لو سجلوا أتوقع الكل يقدر يشارك لازم يسجل قبل على أساس يقدر يتفاعل زي ما أنتم شايفين كلكم أسماءكم موجودة على شكل قس وهذه الصبورة صبورة عامة فالكل قادر يوصل لها واضح؟ تمام طيب كيف ممكن تفاعلوا هالأداة في فصولكم إذا ممكن بس تعطوني فكرة كيف ممكن تستخدموها في الفصل الافتراضي إيش في بالكم إيش المحتوى اللي ممكن ينفع أنها تتطبق معها أنا حشوف ردودكم على البادلت يستخدم الاسكيتش بورد في التفاعل في نفس الوقت يعني أنت وطلابك تدخلوا تشتغلوا على نموذج أو على تقرير أو أي إن كان في نفس الوقت خريطة ذهنية معادلات أشكال أي إن كان نوع التطبيق التطبيق اللي أنتو بتحددونه أو المحتوى اللي أنتو بتحددونه في التلويم في العصف الذهني في التصاميم فعلا أنا قاعدة أشوف استخدمات ذكية في المواد العلمية فعلا في حل المسائل مع الطالبات في كتابة بيلغراف في مع القروبات في التلخيص فعلا هذه كلها استخدامات توصيل الجمل فعلا ممكن تستخدم فيها في خرائط المفاهيم فعلا هذا استخدام جدا رائع لها رسم الباترون أتفق معاك دكتورة فعلا تحتاجونها في العلوم والهاكل العظمية فعلا في الطب في تسهيل في مراجعة المفاهيم في دروس الرياضيات في الرسم البياني في مناقشة الأفكار والمشاريع فعلا واحد من أبرز الاستخدامات السراحة اللي أنا استخدمها العمل الجماعي ومناقشة المشاريع والمهار طيب الله عافيكم أنا كده أعتقد أنهيت الثلاث نقاط اللي أنا حبيت أغطيها لكم الليلة بشكل سريع لكن حابة أشوف ملخصاتكم لأبرز النقاط اللي ممكن إنكم استفدتوا منها الليلة فلطفا أنا معد أبو أشوف تعليقات أبو أشوف مجموعة صور تصوروري الملخص أو النقاط اللي أنتم كتبتوها حابين تستفيدون أو تفاعلونها وترسلوها في البادلت أنا لسه على هذا النموذج حابة أشوف كيف ممكن استفدتوا من هذه الندوة الله عافيكم اللي عندهم أسئلة لطفا خلوكم معاي للنهاية أنا حاجاوب على أسئلتكم سؤال سؤال لكن أحتاج أشوف ملخصكم للليلة أو كيف ممكن تطبقوا هذا المحتوى أو هذه ثلاث أدوات في نمط تعلم اللي أنتم حتستخدموه الفترة الجاية عفوا ما أبغى ردود ما أبغى تكتبوا لي نص أنا أبغى بدي أشوف صور قاعد أشوف صور تظهر لي الآن صور فعلا هذه ثلاث نقاط ضروري نأخذها في الاعتبار تقريبا الأغلبية تفقوا على أهمية هذا الشيء فعلا أنا قاعد أشوفها تكرر أكثر من مرة أنا أبغى صور للنقاط اللي أنتم أخذتوها أو كتبتوها الله عافيكم ما عندي مشكلة شاركوني بالعرض شاركوني بالشرائح اللي أنتم عملتو لها سكرينشات من العرض أو لو حتى في نوت كتبتو أبرز النقاط اللي أنتم ممكن تشغلون عليها الفترة القادمة حابة أشوف صور لأبرز 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 النقاط اللي أنتم استفدتوا منها الليلة أو تلخيصكم للليلة أو كيف ممكن أنكم تستفيدوا من المحتوى أو تطبقوا أو تطوروا أو أي إن كانت نوع الاستفادة أنا أبغى أشوف إذا ممكن أنكم استفدتوا مني الليلة أو طلعتوا حتى لو معلومة أو معلومتين أنا قاعدة أشوف صور ما شاء الله أنا قاعدة أشوف أول ملاحظة بخط اليد وصلت ممتاز فعلاً قاعدة أشوف شرايح مهمة الكل قاعد الكل أخذ لها سكرينشوت الروابط كلها موجودة عندكم في الشات فممكن أنكم أنتم تحصلوا عليها ما شاء الله أنا قاعدة أشوف تطبيق الآن في أحد قاعد يفتح الموقع وقاعد يطبق ممتاز قاعدة أشوف نوتات ونقاط جداً مهمة برنامج H5 ممتاز يارب تستفيدوا منه بإذن واحد أحد يتفاعله بالشكل الأمثل أنا لسه حاطيكم فرصة دقيقتين على أساس حاب أشوف التفاعل الحمد لله في استفادة في أحد رفع لي صورة بالغلط أنا ما أعرف كيف الصورة جميلة بس إيش علاقتها بموضوع الندوة ممتاز فعلاً أهمية البرامج في كسر الملل جعل الحصة الافتراضية أكثر فعالية الدروس تكون ممتعة بوجود الأنشطة فعلاً طبعاً في الجزء الثاني بإذن واحد أحد رح تكلم عن تطبيقات أكثر لكن أنا حاولت قد ما أقدر إني أشوف أبسط التطبيقات اللي أنتم ممكن تستفيدوا منها وتفعلوها بشكل سريع وسلس من غير أن يضيف القمعد لكن إن شاء الله في الجزء الثاني رح أو في الأجزاء الجاي إن شاء الله رح نتكلم عن تطبيقات تحتاج لها يمكن نوليج أكثر بإذن واحد أحد فعلاً هنا كيف أربط لازم تسجيل الطلاب يسجلون عشان يتفاعلون فعلاً شكراً إنكم شاركتوا ملاحظاتكم الجميل إن هذه الملاحظات رح تظل عندي بإذن واحد أحد على أساس نستفيد منها في الندوة القادمة طيب قبل لأختم الدور الله عافيكم فيه نموذج فيه رابط لنموذج في جوجل فورمز أنا حابة منكم الله يعافيكم وأكون شاكرة لكم إنكم تشاركوني تطبيقكم تشاركوني إبداعكم بعد التطبيق إنه كيف طبقتي الأداة أو كيف طبقتي الأداة كيف كان ردة الفعل عليها إيش العامل اللي شفت إنه مميز هل استفادوا الطلاب هل أضاف شيء للتجربة أبغى منكم الله عافيكم في هذا الرابط طبعا الرابط الروابط كلها موجودة على الشات أبغاكم ترسلولي أبغاكم ترسلولي على هذا الرابط على أساس بإذن واحد أحد إن شاء الله وإن أحيانا الكريم إن شاء الله في الندوة الجاية أستعرض أبرز التجارب أو أميز التجارب من وجهة نظري ومن وجهة نظر الفريق اللي طبقت هذه الأدوات واستعرضت هذا الرابط موجود عندكم شكرا لكم وشكرا لحضوركم أنا كده انتهيت يعطيكم ألف عافية وأمسي إن شاء الله سعيدة لكم جميعا يليت بس اللي عندهم أسئلة يظلوا يكملوا معايا على أساس يجاوب على أسئلتهم إن شاء الله إن شاء الله أني كنت خفيفة عليكم وما ثقلت وشكرا لحضوركم يعطيكم العافية جميعا الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية استدرينا زراحة باتي ومعلومات جديدة ومميزة أتمنى أن الجميع استفاد الله يعطيك العافية وإياك يا رب يا رب إن شاء الله أنهم يكونوا استفادوا ونشوف تطبيقاتهم بإذن واحد أحد في الفور بإذن الله الندوة مسجلة حنرفعها بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر